المشتري إلى المشتري حتى ولو لم يقبض المشتري حتى ولو لم يقبض المشتري أنه صار ملكا له وانتقل الضمان وعي ضمان المبيع من بائعه إلى المشتري بالعقد الصحيح اللازم ولو لم يقبضه من البائع فمتى هلك أو حصل فيه عيب بعد العقد فضمانه من مشتري سواء كان عرضا أو غير عرض واحترز بالصحيح من العقد الفاسد سيأتي الكلام عليه واحترز باللازم من غير الإيه اللازم كبيع المحجور العيل الصغير لم يبيع أو المجنون لم يبيع عقد إيه غير لازم متى يلزم إذا وافقه إيه أجازه وليه طيب وتقدم في الخيار أن ضمان المبيع الخيار من البائع إلا في مسائل سيتكلم عنها المهم أن هذه القاعدة مشايخ لازم إحنا نحفظها الفقه له قواعد حاكم الفقه له قواعد إيه القواعد يريت ربنا يكرمنا ونحفظها لأن البائع تفاصيل متى يدخل المبيع في ضمان المشتري بالعقد الصحيح لما نقول الصحيح لازم في ذهننا حاجة معناها غير الصحيح له حكم آخر ولما نقول اللازم معناها غير اللازم له إيه حكم آخر ده يتخلينا إحنا نتوقف إذا كان العقد غير صحيح أو كان غير إيه لكن إذا كان العقد مستوفي للشروط يكون عقدا صحيحا ومستوفي للركني بعقد لازم وبناء عليه ويبقى يدخل في ضمان المشتري بمجرد إيه العقد حتى ولولو من يتسلموا حتى ولولو من يتسلموا لأنه أصبح في ملك مين؟ في ملك المشتري نشوف المستسيات التي تتقرب من هذه القاعدة ده قاعدة ده قاعدة ده قاعدة يدخلوا العقد الصحيح اللازم في ضمان المشتري بمجرد إيه؟ برحمة العقد طيب إلا فيما فيه حق وتوفية إلا ما فيه حق إيه؟ قبل يعني إيه؟ يعني فيه أشيء مبيعات مجرد العقد فيها بيبقى أنت عقدت العقد لكن ما انتش عارف يا ترى تتسلمه كامل ولا ناقص ولا فيه زيادة ولا فيه نقصان لأن المبيعات المكيلات والموزونات والمعدودات دي يسمى فيه حق إيه؟ توفية ما يتمش العقد بعد عن عقد إلا لما تتسلم بالكيل أو بالوزن أو بالإيه؟ أو بالعادلة ده مشهور في الفقه بإيه؟ بما فيه حق توفية إيه؟ إيه اللي فيه حق توفية؟ إيه اللي فيه حق توفية؟ اللي هي المكيلات والموزونات والمعدودات يعني واحد راح تشتري من الشيخ محمد ما سألال شوية الدهب بيتمش العقد صحيح عقدنا واتفقنا وعلى التمن وكل لكن لازم إيه؟ تحط فيه الميزان ويوزن ويوزن يقبضه لازم يوزن أي ولا تشوف كده هون؟ إذا ما فيه حق توفية؟ لا يتم فيه حق توفية تكملة للقبض تكملة للقبض ما يبقاش المشتري مسؤول عنه إلا لما يوزن الشيء التي يوزن وإلا لما يوكال الشيء الذي إيه؟ يوكال وإلا المعدة إذا عد أو كيلة أو وزنة وتسلمه المشتري في هذه الحالة يدخل في ضمان مين؟ المشتري لكن قبل المرحلة دي يظل البايع ضامنا له واحد يقول لي طيب إحنا إذا انتفقنا لأن العقد صحيح لازم يدخل في ضمان المشتري حتى على الوقت يقول لي لا إلا ما استثنين إلا إيه؟ آه ولذلك هما بيقولوا إيه؟ إيه الفرق بين قواعد الفقه وقواعد الأصول وقواعد النحف؟ من الثلاث علوم هم؟ نعم كل علم من هذه العلم له إيه؟ آه قالوا قواعد الأصول مية المية ما فاش تسنين ما فاش إيه؟ تسنين وقواعد اللغة برضو ما فاش إيه؟ تسنين الفاعل يعني مرفوع أو المفعول به لا يمكن منصور ها؟ والمبتدى لازم يكون إيه؟ مرفوع خاشة مجسد فيها؟ ممكن يجي فاعل مش مرفوع ولا مفعول بما مش منصور ولا مبتدى موكلة ها إلا قواعد إيه؟ الفقه ليه؟ لأن الفقه حركة اللغة كلام نعم والأصول برضو كلام صح لكن الفقه إيه؟ عمل حركة حياة حركة حياة ها حركة حياة أنت بتتحرك وأنا بحكم على تحركك عاوز زر والدك؟ ها إذا كان من زمان تبقى الزيارة وجبة إذا كنت بزره كل يوم أو استحب مستحب ها إذا تركت والدك ما زرتهش يقول لك حرام عليك لا تركت يوم وروح تلوش تدخل في حكم المكروه شوف 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 الفقه ما شايف؟ الفقه يدخل في كل حركة من حركات الحياة شوف لو مشت هنا لغاية المسجد يقول لك والله إذا كنت تصلي من دوبات يبقى ذهابك لهناك ومشوارك ده إيه؟ مستحب ها لا هتصلي مع الجماعة مشوارك ده بقي سنة هتصلي الجمعة يقول لك مشوارك ده واجب ولذلك حركة الحياة ما تبقاش على قاعدة واحدة لازم تكون فيها إيه؟ فيها خلخلة فيها إيه؟ مقتضيات الحركة نفسها مقتضيات الإيه؟ الحركة نفسها تحتاج إلى تدقيق وأن بعض الصرفات قد لا تنسجي مع كل الإيه؟ العقاعد العامة فالشيخ بعد ما يلنا على أن العقد الصحيح اللي لازم يدخل في ضمان المشتري يقول لك إلا ما استثني إلا إيه؟ إلا إيه؟ أول استثناء ما فيه حق توفيه الشيء التي تتوزن كلها ها؟ الشيء التي تتوزن ما دام لسه ما حطش إيده في الحاجة ولسه ما تتكلتش ولا توزنت هو مش مسؤول للغاية ما تتوزن وحط ويتسلمها طيب إفرض هو الراجل بيوزن صاحب الدكان تعارف بعض القطع الزهبية أو الحلي عدد من المشتري وقلت كثيراً وقلت إذا وقعت لا ترى قبل ما يضعه في الميزان والراجل في المشتري واقف سجطه مني بين الميزان وبين ما هو واقف من يسأل عنهم؟ الباية لم يستوفي حقه لم يستوفي حقه إلا ما في حق توفية لمشتريه وهو المثلي وبينه بقوله من مكيل أو موزون أو معدود فعلى الباب بائع ضمانه لقبضه لحين اللامدي لحين لحين القبض سواء كان فرق الكيل فيما يكال أو الوزن فيما يوزن أو العد فيما يعد ويستمر البائع ضامنا بمعياره بمعياره مكيال أو ميزان حتى يفرغ في أوان المشتري فإذا هلك بيد البائع عند تفريغه في أوان المشتري فضمانه من مين؟ البائع يعني أنت شوية السمسم أو شوية الحاجات الدقيقة جداً دي في الحبوب تقيقة جداً وأنت بتفريغها وجابت دلجة منها شوية في الوقت السمسم من الصعب تدميعه كما كان تقيقة جداً في حاجة اسمك الملوخية الحاجات المطيعة دي قالت أنت كبايع ضامن الغاية تبتحطها له في الايه؟ في الأوان بتاعته بعد ما توزنها وتحطها له في الايه؟ في الأوان بتاعته الحالة دي يبقى ضمان المشتري لا، قبل ما تحط في الأوان بتاعته من البائع طيب النهاردة أحياناً البائع بيكون الراجل ضعيف أو تعباه وتولى المشتري الكيل والوزن عشان يستلم فهلكت منه أو تلفت قبل الميزان ضمن على مين؟ برضو على البائع ايه ضمن على لايه؟ لايه؟ ده المشتري اللي تحلكت منه هو؟ قال هو بيشتغل نيابةً ووكيلًا عن مين؟ عن البائع عن البائع كونه هو تهلك قبل ما يستوي فيها لا ضمنها إنما لازال تضمن على مين؟ تشوف كده سيدي ابن يقول؟ ويزهلك بيد البائع عند تفريغ ضعون البائع قال ابن رشد اتفاقًا حتى دي مفهاش خلاف ولو تولاه أي تولى كيله أو وزنه أو عده المشتري نيابةً عن البائع يبقى عليه هو الضمان على البائع نعم البائع قال هو بيشتغل بالنيابة عنه؟ نعم نيابةً عن البائع فلا سقط من الميزان أو من المكيال أو غصب نيابةً نعم لكان ضمانه من؟ نعم من البائع لخلاف ما لو كان له البائع أو نائبه وناوله للمشتري فسقط من يد المشتري أو هلك من المشتري فضمانه من؟ من المشتري لأنه قبضه قد تم باستيلاء المشتري عليه وليس نائب عن البائع في هذه الحالة أصبح الصورة واضحة الآن؟ نعم نعم لازم ما فيه حق توفية يتوزن تماماً يتكال تماماً يتعد تماماً إذا حد خده منك ولا سرب ولا وجع ولا تلف ملاش دعو الحتة دي عاوزة ضبط لأن أحياناً زي ما قلتنا أحياناً قد يكون البائع ضعيف قد يكون تحبان قد يكون مريض قد يكون له ظروف وتولى المشتري نيابةً عن البائع الكيل أو الوزن أو العدل فهلك شيء أو سقط أو غصب الضمان من مين؟ البائع لا زال الضمان على البائع لأن المرحلة التي يكون لها وجبة على مين؟ على البائع ولذلك هتشوف مستقبل وعليه أجرة الكيال وعليه أجرة الوزان وعليه أجرة مش عارفة لأن كل المرحلة دي شوف التحديد على البائع حتى الناس متختلفش الناس متختلفش لما إحنا نجيب مثلاً في السوق جمعة الكيالين في السبر وغيره وغيره مين يد الناس لأجرتهم؟ على مين؟ على البائع على البائع على البائع لا يوجد محدد لا يوجد محدد على البائع وعليه السلام ورحمة الله وعلم الشيخ يقول وأعلم أن الصور هنا أربع صور صور الضمان في حالة الميزان وقبل الميزان أربع صور أو قبل الكيل أربع صور الصورة الأولى أن يتولى البائع أو نائبه الوزنة أو الكيل ثم يأخذ الموزون أو المكيل يفرغه في ظرف المشتري فيسقط من يده أو يتلف في حالة الميزان أو الكيل وسقط أو تلف قبل أن يفرغه في أواني ضمانه من مين في الحالة دي؟ البائع من البائع فضحة دي؟ طيب الثانية مثلها برضو يتولى هو أو نائبه الكيل والوزن العد ولكن الذي تولى تفرغه في الزرش هو المشتري نيابة عن مين؟ البائع فلكن الذي تولى تفرغه في الظرف هو المشتري فضمانه من المشتري لأنه حين أخذه من الميزان أو المكيل يفرغه في ظرفه أخذ من الميزان مش قبل الميزان خلي بالك مش الصورة اللي احنا تكلمنا عنها من قبل إحنا وزلنا بس صاحبنا أخذه من أين؟ من على الميزان من على الميزان فضمانه في المشتري فقد تولى قبضه فضمانه منه قال ابن رشد أيضا باتفاق في الصورتين حان احساس تود الموضوع فيهم findmez Stress خليف وفي العرب ستkun Liquorn في الحال بيتك اللو ممكن احساس تزاد مقصن بالدفع ستقارد معها خليف حيث حال للخليف الناع معنى فيها. ايه. فهناد اشكالية. اه. اه. انا الاولى فامره واضح يعني. عندك انت لا. هو ما انه عرف اجل في الاولى. اصباد المشتري ما يمينت جيده على الميزان. استنى غاية ما يخلصها الفراسية. يحطاله في علبة يعطاله كيسة. اه. ما يدخلش المشتري. لكن المولان ايد فقط بنصورة هذي. بنصورة السرق اللي اخذنا. حيجيبها يا شيخ اهو. حيجيبها. السالسة. ان يتولى المشتري الوزنة. او الكيل. والتفريغ. فيسقط من ياده. ضمان عني. ده اهو الحتة اللي احنا بكنا فيها. اه. انا يتولى المشتري الوزن. او الكيل. والتفريغ. فيسقط الشيء من اين. اه. اه. ضمان على البائع. احنا قلنا هناك ضمان على البائع. شوف الكلام هنا هو. بيقول فقال مالك وابن القاسم مصيبته من البائع. نعم. لان المشتري وكيل عن البائع. ولم يقبض لنفسه حتى يصل لظرفه. يعني الاولي. 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 نعم. نعم. ها. لانه الان بيشتغل اين يابع عن مين. عن البائع. ها. ما يعضوا تعبان ضعيف مريض. هو بيشتغل عنه. طيب. لكن عندنا الشخص صحنون مختلف فيها. بيقول ايه. وقال صحنون من المشتري. لان وضع المشتري ايده. في الشيء المبيع. حتى ولا كان قابل الوزن. يبقى هو اللي مكانش منضبط في موضوع الايه. الوزن ولا لكن كلام الامام مالك والكلام ابن القاسم. بيقول الضمان من مين. من البائع. هذا الكلام يطبق على مثل انف المحلات. ايه. المحلات الكبيرة. ايه. تاخد انت بضعت الكشير. نعم. نعم. هذا يطبق. ايه. دي. دول بيشتغلوا نيابة عن مين. عن صاحب المحل. فاذا تلفت من سأم الوضع من اخذها من الرفض. الى غاية الميزان. على مين? على البائع. على المخرضة على البائع. انا. 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 انا مساعد له. انا. انا ساعدته في هاز. ايه. انا بساعده في هاز. لا وبحضرتك. ممكن هنا عندنا محلات شوية. محلات في دبي في الاماكن دي. كبير. اه. محلات تربح تدوار. اه كبير. او مول. مول هدي سمو فيه مول معانا. ثم عندنا حضرتك في المحلات من ساعدة دل الرابعة. ايه. بلغاية الدماء بتاع الخلاص دول بتاع دول الأرض. ايه. اه. فاذا هلكت ولا تلفت ولا وقعت ولا انكسرت؟ ايه. على حساب مين؟ على حساب البيع. لا تعملوا على المشتري. ايه. يعملوا على الشتر. يا لب هنف شخص. شيخ صحنون. يا لب اخدو رئيس شخص. الشيخ صحنون اه. ها. يا لئة لو عارف دول رئيس. شيخ صحنون. اه. سوف يكون السابق في كلاح عشان يرخص التاني لكن في الضبط المركات الكبيرة الضبط المركات الكبيرة على المحل الضبط المركات الكبيرة على المحل زي الكرفور والاشهادة على المحل والله هنا يمكن سهل المسائل لان مشوار بسيط بين المحلات الضخمة دي يرفح بها حضرة تقول تلف وتتعب ممكن تزن مشارع تاني لان محل واخد ساحات واسعة جدا مولانا تسمى للصورة الثانية انه بعدما وزن وهو عاوز مثلا يفضله من الميزان فتالف منه ترق من الصورة هذه من الصور الاول انه لابد ان يوفيه لابد من التوفيه يفرغه فيه ايوه حق التوفيه كلمة حق التوفيه معناه ايه لازم الحاجة تحط في ايه في اواني مشتري المشتري هنا لم توقع في اواني مشتري بل كانت اثناء وهي لازاتها في الميزان حتتنا احنا في موضوع الميزان مين اللي كان نحط يده في الميزان المشتري يبا اذا مدام تحطنا في الميزان ووزن وشالها هو بايده من الميزان ووقعت من نيه يبقى هون مسؤول هل هذا كان بايدن البيع ام 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 نشيه لا 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 شوف قبل مرحلة الميزان حبيبي لا باقع تشوف قبل مرحلة الميزان الغاية ما تتحط في الميزان على البائع تتحطت في الميزان المشتري شلها من الميزان وقعت مني يبقى على حساب مين؟ المشتري لكن توفية هنا لذات ناقصها ليه؟ لأنه لم يضعه في متاعه هو اللي خده بنفسه من الميزان كان بأمري من البائع لأنه بنفسه لا بنعرف لا تختلف لا تختلف لابد من توفية حتى يضعه في ايه؟ شو قال؟ واستيلاء المشتري عليه يعني استيلاء تام يعني شوف العبارة ولكن الذي تولى تفريغه في الظرف هو المشتري يبقى طمان من هو ها؟ ولكن الذي تولى تفريغه هو ايه؟ يبقى طمان من هو تفكر قبل الميزان اشترق المشتري ينجي على البائع انه هو اللي ينجي ينجي لا 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 ينجي ما ينجي لكن مهم انه هو البائع لازم يكون عنده عمال يخدم من الحاجات اللي ينجيها حطوها وودوها على الايه؟ الميزان عشان بردو المسائل تبقى محددة محددة الان احنا فعلا لو حصلت حاجة في هذه الامور من الصعب انا كنت تقول على مين؟ صعب صعب جدا لكن بعد دراسة هذا الكلام نقول والله قبل الميزان من اللي كان يتولى العملية؟ البيع مثلا سهلا الان حتى هذا الان من اللي يتولى للضماء؟ يعني لو هو بنجي وتلفت منه اسماء التنجية برضو على البائع مين؟ هو المشتري بنجي يعني في الاول لسه البيع لا هو في حالة التنجية لو وجعت يا ترى هل كان مهم مثلا في المشتري هل كان يعني يشيل الحاجة ويحطها بنوع من الإحمال؟ لان المسائل اللي برضو تحتاج الى تدقيق هو وكيل هنا برضو مولانا هو وكيل برضو؟ ولذلك احنا بنقول مثلا دايما المشتري يشير إشارة دون أن يضع يده أنا عاوز الحتة دي وأنا عاوز دي وأنا عاوز دي وأنا عاوز دي وشيل دي عشان انت لو ساقطت حاجة او تلفت تبقى انتم بسهول دولارتي قلنا اذا كان الشيخ الحمار بيقول اذا كان البائع ضعيف والمشتري هو الذي اخذها مثلا فلقوا الكوطة مثلا اخذها ووزنها نيابة عن البائع ووضعها الى ان يضعها في شنطته البائع والضامن ايوه والصورة الثانية بيقول اخذ الطماطم والبائع وضعها في الميزان في الميزان والمشتري ذهب لياخذها فوقعت الطماطم وتفجر المدرم الضمان من البائع حتى الان البائع لم يأخذها ويضعها في شنطته من الميزان الثاني من المشتري لغاية المشتري لغاية الميزان هو الحد الفاصل بين الطرفين والميزان في الاولى سيدنا اه عن الصاحب البائع عن الصاحب البائع هو الذي اخذها من الرف وهو الذي جاء وضعها في الميزان وهو الذي وضعها في شنطة الى ان يضعها في شنطة الضمان على البائع لكن الثانية مجرد في الميزان وهو ذهب لياخذها لماذا لا نقول في هذه الصورة ايضا هو يشتغل ياخذ لنيابة العلم هو عبارة شيخ خطحة عبارة شيخ خطحة اعتبر الميزان تمام التوفي انتهت مهمته كون المشتري يمسكها وتتلف النيه وهم مسؤول كأنه قبض تشوف كده مسألة الشيخ صحنون نقولها تاني انه يتولى المشتري الوز او الكيل والتفريغ فيسقط من يده فقال مالك وابن القاسم مصيبته من مين؟ لانه مشتري وكيل عن البائع ولم يقبض النفسي حتى يصل لظرفيه وقال صحنون من المشتري وكيل مراحل 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 المشتري الوزنة او الكيلة والتفريغة فيسقط من يده فقال مالك وابن القاسم مصيبته من البائع في هذه الحالة وكيل مراحل 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 خير نعم ambrian اه مراحل 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 إنه مش مبارة أمانات مش أمانة ولا شيء أمانة تختلف عن الشيء مستعاب باستناف المواطع يقول أنا أستلف جمل فردو بقر آه فجل الزكاة بالزكاة الزكاة بالزكاة العلية مؤداة العلية مؤداة ويجوز له بيعوه بذلك قبل وصوله لداره هذا تعليل ليه شيخ؟ لأنه قبض للمشتري تحميله بضمان لأنه أنت مدام في ضمانك يبقى تبيعه من حقك تبيعه حتى لو لم يصل إلى ذلك حتى لو كان في ظرف البائرة حتى لو كان في ظرف البائرة حتى لو في الميزان أي ويجوز له بيعوه بذلك قبل وصوله لداره وليس فيه مشكلة بيع الطعام قبل قبضه لأن التوفية خلصت بالقبض نحن عندنا نازم الملك بالذات يشدده في حتة بيع الطعام قبل قبضه قضية كبيرة دي لأن المزاهب الأخرى تجعل تلف الشيء قبل قبضه أو بيعه أين كان أين كان أين كان ممنوع ممنوع أين كان دار أين كان عربية سك حديد أين كان تاكسي أين كان يجوز بيعو الدار قبل قبضيها لأنك انت عندك عقد صحيح لازم بهم إلا الطعام قبل الزهب الزهب بالنسبة لله لا قبل الزهب هاء وهاء لا قبل الزهب 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 والفضة دول إلا هاء وهاء نعم أشد الأشياء وكأن الإسلام بيضع فواصل عشان كل واحد يعرف مسئوليته حتى أنا ما يبقى بالفلوس دي مولانا نفس الحكي نعم 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 يبيعوا يشتروه عندنا مولانا بالتليفون من غير ما يشوفوا يعني يبيعوا الطن من غير ما يشوفوه ويشتروه من غير ما يشوفوه ويكون يبداع برضه من غير ما يشوفوه هاي قوضي المواقع بالتليفون آه والله يا مولانا وإلا ما تمشيش الأمور لو ما عمش بالتليفون ها ما تمشيش الأمور لو ما عمش بالتليفون دي اه اشتروت طن وبيعوا من غير ما يشوف من غير ما يشوفوه هاي يا مولانا مقدمون على مين ما اقبلوه ولا حاجة ولا قبلوه بيغمد الفرع خطر نعم 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 بعمد الفرع تعارف الحكمة في هذا إيه ليه المالك المبالك شدت في موضوع الطعام الزاتي قال لأن لأك يعني 99% من الحديث ورد في الطعام الحديث الوحيد اللي ورد عام قده بتأويل ابن عباس نعم بتأويل ابن عباس لما قرأ حديث يعني آه بيع الطعام قبل قد قال إيه ولا أرى كل شيء إلا مثله إلا مثل الطعام يعني لا جوز باية أي شيء قبل هو اللي عمل الإيمان مالك لم يأخذ بتأويل ابن عباس وإنه ما أخذ بالإيه لإيه لأن الحكمة ظاهرة حكمة إيه لأنك أنت لو بعت حتى ميث عربية قبل قبضها مش مشكلة حتحصف بلد لكن لو بعت القمح قبل قبضيه ولا الدقيق قبل قبضيه تحصل مشكلة مشاكل لأن كل الناس لكن لكن ركاب العربية اللي بركبه عربية قبضيه يعني مليون مثلا في القاهرة فيها 14 مليون فيه 36 مليون آخرين ما بهمهم شكاية العربية دي دي آه قبل قبضيه فشوف الحكمة إلا بعم قبل قبضيه ما شاهد ما عملناش كده ولا أنا ظاهر الكلام ده في السودان في مضربات الأمح الأمح عندهم غير بسبب المضربات على الأسعار الأمح كده ولا تظهرش في الأسوار تبداع من مغزن لمغزن وده المشكلة ده الحتة اللي كانت تخوف الإمامال قال لك لتبايعه التجار وهو في مخازنه صحيح ولا يراه الكاء العامة فتصور عندهم الخوف من الجوع وده اللحظ وأنا ذلك قالوا برضو الحديث حتى ينتقل حتى ينتقل من السوق إلى رحله الناس يشوفوا الطعام ماشي في الأسواق وماشي في الطرق وإلا تبايعه التجار وهو في مخازنه الناس يشعروا بالهلع حضرتك أنا جربت الحكاية دي في حرب سنة سبعة وستين كنت أنا مدير في المخابز في منطقة اسمها منطقة الويلية حوالي كان عندي ناشر مخبزين كمانا المهم جامت الحرب والناس سعروا كل واحد عاوز يطمئن إلى أنه أكل أسبوع عنده في الدولة طيب فين المخابز اللي تكفي كل البلد مدد أسبوع في يوم واحد والناس مش واخد احتياطها للبلد يعني المخابز كنت أنا واقف في مخبز مخبز باب بريب بجار اللي هو في طريق آخر شارع شباب شعرية؟ لا لا في الحدايك ندخل الحدايك فجاني هم أن الناس تكاثروا جدا حتى أصبح تنزينا سبعة تمن طوابير الطابون من هنا لغاية الأسر حاجة رغيبة خلف رغيبة خلف فرئيس مجلس إدارة راح اسمك الفوز الفاعل ومدير الإدارة اسمه عدوين مش عارفين جم قاله والله شوف عدوين قال لي شوف إحنا أنتل هتروح في دهدي ماذا شمسؤولين شافوا الناس والناس ممسؤولين طب هو المخبز فيه عينين بس حيث كيف يكف العالم ده كله كيف فلازم الطابير دي وإحنا عندنا من الداخل الدجيج للسكف لكن الناس مين يدرك على أن الحرب يعني هتستمر كده هادية كانت أيام صعبة جدا كانت أيام صعبة خلص الناس يعني خمس ست ساعات توقف وكل واحد جايب معاه مقطاف زبت عازم لاعش كيف أنت تم لاعش وليملا وقابل باج كانت مهازن ومعارك فلذلك المالكية شدد في موضوع بيع الطعام قبل القبض نعم ولذلك يجوز بيعه قبل وصوله لداره وليس فيه بيع الطعام قبل قبضه لأنه قد وجد القبض لأنه قد وجد القبض هذا تحرير الفقه كما قالوا بعض المحققين لكلام الشيخ الدردير فيه هذا مسألة فعلا كانت تحتاج إلى هذا التدقيق أنه مرحلة ما قبل الميزان وبعض الميزان بعد الكيل وقبل الكيل دي تبقى متدخلة تبقى إيه متدخلة في الشيخ وضع فيها نقاط عن حروفهم نعم طيب والأجرة أجرة الكيل أو الوزن أو العد على مين عليه أي على البائع إذ لا تحصل التوفية إلا به إلا تحصل التوفية أنا بشترم لك خمس كيلات ولعشر كيلات مش هيكون خمس كيلات إلا ما حطهم في الضرف عشان يحطهم في الضرف لعبة زاد وخمسة وكيف أضمن هذا لم تجيب لي واحد كيال يكيل وحطهم لي في الضرف متاع قبل كده ما ليش مسؤول إذا أنت مضطر جيب واحد كيال أو تكيب نفسك زي الوزن إذا اختلف البايع المشتري في الوزن أو المشتري ما كانش هلو ثقة في ميزان البايع مثلا الجواهرجية أي رأي الوزن رأي الوزن الوزن على الحسن مين عن المشتري أم? على المشتري هو اللي عائل على المشتري هو اللي عايز لو اشترى من الباع لكن شعر اطمئن بعد هذا وتقول له انت عليك على حسابك لكن اذا كان احنا اساسا ما عندناش ثقة في الميزان التحرك مثلا اي اذا انا انا عاوز بللك مثلا 20 جرام 30 جرام لازم توفهم لي اذا انت عليك اتمن هذا الميزان اه والاجرة الكيلي او الوزن او العدي عليه اي على البائع اذا لا تحصل التوفية الا بذلك بخلاف القرض واحد ليقترد اردب طمح من واحد القرض ده لما نجيب واحد كيال يكيل الاردب على حساب مين المقترد لان انا عملت فيك معروف هديلك اردب واصبر عليك سنة ولا سنتين ولا ست شور اوزنه لك برضو اه فانت تتحمل ايه اجرة القرض اجرة هذا القرض فعلى المقترد اجرة مازوكل لان المقرضة صنع معروفا فلا يكلف الايه اجرة لان ده تتحبيه كل واحد سيسلفه شوية تفعله اجرة بتاعته من صنع معروفا فكافي اوه وكذا على المقترد في رد القرضي الاجرة بلا شبهة كأن الشيخ بيقول احنا مطمئنين للحتة ده تماما اه في القرض الاخذ والرد على حساب مين المقترد من المقترد بخلاف الايه البيع فانها تكون على حساب مين البيع على حساب البايع لغاية ما يحطها على المشتري في الزرف بتاعه ايوه يبا اذا اول حاجة استثناء الشيخ ما فيه حق ايه توفيع المكيلات والموزونات والمعدودات الاستثناء الثاني قال السلعة المحبوسة عند البايع لانه لم يتسلم تمانا قال له فين يا عم التمنى قال له والله نسيت قال له طيب انت نسيت هنا البيع اللح موجودة اهو روح البيت هات الفلوس تعال خد وتعال استلم الايه اه قد يكون بعد يوم بعد يومين اذا كانت البلد بعيدة السلعة دي محبوسة لايه لاجل المشتري اه 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 محبوسة المقابلة لايه تمت لسه متسلمهاش اه طيب دي ضمانها هيكون على حساب مين لو تلفت خلال المرحلة دي على المقابلة على المقابلة على المقابلة على المقابلة نعم اه لا تدخل السلعة المحبوسة الا في ايه في ضمان المنبايع الا بالايه الا بالقبض نعم المقابلة ايوه وكذلك المبيع الغائد على الصفة او على رؤية متقدمة اذا تأخر فيه ضمن ضمن على البايع ضمن على مين ضمن على البايع على البايع حتى الايه يعني انا اشتريت منك السيارة كنت شفتها السنة اللي فاتت او مثلا من شهرين ثلاثة وعارف وصفها تماما مش ثلاثة منه وكذلك ما جاب التهاش تنبضع بعض يوم بعد يوم بعد يوم بعد ثلاثة ضمن على مين بايع عن البايع الى حين الايه القبض او للرؤية المتقدمة او على الصفة قلت له والله انا عندي سيارة مرسيدس موديلي كذا فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وصفة تام برضو هذه طمان هيكون على البايع الغاية 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 القبض يمع اذا الفق من السلعة هذه والسلعة الأولية خالصة نعم الفق من هذو من أول كلام خالص يعني لانها ما فيهاش يعني توفية ولا شيء بالنسبة للبعال الغائبة والسلعة فالسلعة هذه فيهاش يعني توفية مثلا من كيل او عد او وزن لا السلعة الغائبة نعم افرض انك انت بالأوصاف التي تشفت السنة اللي فات انت على الشهر اللي فات اختلفت كيف تدفع انت ثمن وكيف تضمن كمشتري نعم 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 حتى السلعة المحبوسة للأجل السمن انت سافرت بلدكم عشان تجيبت ثمن وجيت خمسة هيام ايه اللي حصل خلال السلعة دي؟ قد تكون سلعة حساسة نعم لان احنا عندنا في مذهب مالك في بيع العدل وفق ما في البرنامج مشايخ في مسألة مهمة جدا بيع الايه؟ العدل وفق ما في الايه؟ ما في البرنامج فيه سلعة حساسة جدا تتأثر بالهوى تتأثر بالشمس تتأثر بأي حاجة وده بتتباع وهي مغلقة بس فيه بيانات في الخارج فيها كذا وصفتها كذا وطولها كذا وعرضها كذا وكذا 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 فانت بتشتري على ايه حسب البرنامج ده؟ ده يسمى البرنامج فانت بتشتري حسب ايه؟ حسب ما في هذا البرنامج وايه؟ والبيع بات البيع ايه؟ بات بشرط ان تكون الاوصاف اللي موجودة داخل الظرف موافقة للايه؟ لما في هذا البرنامج حاجة متقدمة جدا حاجة متقدمة جدا لكن المالكة اللي هو نظر بعيد قال يجوز وبيع ايه؟ ما في العدلي وفق ايه؟ ما في البرنامج وعلى ايه؟ وعلى البت بس بشرط ان تكون الاشياء لداخل الظرف ده موافقة موافقة تماما لايه؟ للأوصاف اللي انت ذكرها في الايه؟ في البرنامج عشان ما تفتحش الحاجة وتفسد ها؟ ممكن تفسد وممكن الدعمة تمش يوقف ست الوضاعة والدعمة تمش فانت تشتريها وعلى ضمان هذه الاوصاف بالتأخير مثلا كان مفرض ما تستعمل بضع مثلا في الاول الشهر فمثلا استلم في اخر الشهر او نصف الشهر او الشهر او الشهر القادم نفس الشيء؟ ايدي؟ استلم بضع تتأخر استلم بضع بشهر او نصف شهر او بشهرين نفس الشيء نفس الحكم لكن برؤية مثلا متقدمة بالنفس البيع متقدمة او على الوصفة لا هل شفت البضاع شفتها اللي اشتريتها؟ وليكن ذلك يعني اذا لما تأخر القبض اذا كانت في الاشياء التي يعني التأخير ما يضرش فيها فيش مشكلة زي اذا كان بسا بعيد موضوع الدهب بعيد موضوع الاشياء التي فيها يعني ولكن انت مثلا اشتريت منك اردبوا هديهولي بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد ثلاثة زي بيع السلم سلم يبدو اكثر اسبوعين يبدو سلم فيش مشكلة فيه اهه لا لا اصدق من ناحية ان المشتري يتأخر في قبض السلعة يعني مقبضش هو السلعة هل يدخل في نفس الشيء هذا؟ مسبنان على اتفاق بينهما؟ لا لا هو تأخر بنفسه مثلا لظروفين ما الله اعلم بحاله لكن تأخر في مثلا يستلم مثلا استمع اول شهر فاستلمت نسف الشهر او في اخر او بعد الشهر القادم هتأخر في استلم السلعة هل حالكت قبل ما يستلمها بي حصل لها اي تغير اي شيء؟ لا حيث البايع كون مسؤول حيث البايع كون مسؤول لأسا سريعة ها تبايع كون مسؤول لكن سيدنا لو المشتري تحرّب كل الضمان فيها ايضا في هذه الحالة يكون البايع مسؤول تحرّب ازاي من الضمان؟ يعني بالوقتي هو دائب ووجد طريق مش اهم المفرع الى بيته فهو قال مدام هكذا الامر هكذا الامر عند المخزن بتاع البايع وبعد الشهر منك هم مخدهاشوا هم مخدهاشوا هم مخدهاشوا لا انا مقبضهاش برضو هذي تظل امانة عند البايع تظل امانة وتأخذ حكم الامانات امانات ها بس هو مقبضهاش عشان تبقى ملكه هو يخليها امانة ولا مش امانة ولا لا مدام خرجت عن لا هي سلعة محبوسة لاجل التمن ولا هي سلعة محبوسة للكونها بيعة غائبة اه لا اذا لبيعة خلصة واخد التمن بتاعها التأخير اذا على حساب من التأخير من جانب المشتري ها فهي تعتبر عند الراجل دائمانة اذا هلكت يبقى هو المسؤول عنها ما دام فيها احيان مثلا مثلا الثمن مثلا يقولوا ايه اخذ السرعة واعتبر ثمنها قد وصل يعني في المشتري يقولوا لا لابد قبل ان اخذها ادفع الثمن الثاني يقول اخذها وما ياخذهاش ويتم البيع على هذا الاساس ثم يحصل شيء في المبيع الصورة هذي هل كون مثلا ان المشتري انه تسامح في قبض الثمن ولكن البايع تسامح في قبض الثمن الا ان المشتري هو الذي رفض استلام السرعة فتدخل في ضمانه بهذه الصورة اما انه مدخلش ما دام انه لم يدفع الثمن بعده يعني هو لم يدفع الثمن من باب ايه ليس مع عفاءة ليس مع الثمن الآن لكن البايع تسامح تسامح معه في هذا فقال اخوتها ويدفع ثمنها بعد ذلك اعتبر الثمن قد وصل وهذا في السوق يعني ما فيش مشكلة والله يشوف اذا كان التأخير من باب المعروف المشيخ عندنا التأخير اذا كان من باب صنع المعروف ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة اذا كان من باب المعروف لكن اذا كان له مقابل في الثمن ومقابل زيادة او نقص في الثمن في هذه السورة مولانا لو انه رفض استلام السرعة قالوا لا لابد ان اتي بالثمن ثم في فترة هذه قبل ان يجيء بالثمن حصل للمبيع ثلاثة حصلوا اي شيء في هذه الحالة ضمانوا على مين على المشتري او على البائع لكن وزن وزن وكل حاجة مخصوصوا على حساب المشتري مخصوصوا على خطاة الحصول حساب المشتري نتخفوش يدطو الشاي للناس له يا شباب أنا ناس اللي بصايمة ناس هاي بصايمة نين اللي يجل فصاهم الناس كان الاستخدر ديا التقصيد ديا التقصيد ما لو المترجم للتقسيط في نظام التقسيط المعروف في مصر المترجم للقسيط المعروف في مصر إجارة المنتهية في التمليك إجارة المنتهية في التمليك إجارة المنتهية في التفاعد كل شهر مثلا 500 جنيه أنا أجرك البيت من الآن بكم مثلا 200 جنيه دي إجارة مستمرة بالإضافة إلى 500 جنيه تدفعها كل شهر كمان حاكتين يعني يدفع حاكتين 500 جنيه كشراء الجزء من البيت والمتين جنيه كإجارة فإنت حيتنقص الإيجارة كل شهر شوية لأنك أنت بدلا ما كنت أخذ بعشر تلاف حتى أخذ بعشر تلاف خمسمية بعد الشهر الأول بعد الشهر التاني تأخذ بإيه 11 ألف بعدها 11 ألف ونص إذا الإيجار حينقص حسب زيادة ملكيتك أنت في الإيه الأول كانت بمئة بعدها بمئة وتسعين بعدها بمئة وتمانين وهكذا ده بيسموها إيه الإيجارة المنتهي بالإيه بالتمليد ده يحتاج إلى عدة عقود عشان يصح هذا العقد لازم يكون عقد مشاركة موجود ولازم يكون هناك عقد إيجار موجود ولازم يتم عقد موجود موجود عشان كده المكاش تتم هذه الإيجارات كلها يبقى العقد يفسر لا 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 المترجم يمكن أن نزود الإيجار أو مزوجة في كل شهر أين من الملكية متاهدة يضيف الملكيتك في نهاية المطاف لكن هناك مالفقه أو تبقى الملكيتك دعوني هي مشاركة في الملك هي مشاركة في الملك لكن للأسف لما نقشنا التضيئة في أمريكا وجدنا الشركات الإسلامية هناك تتلاعب مع الناس المشترين تجد أصل العقد في التلفزيونات في الأنترنت لكن العقد الأساسي يكتبوا لأنك أنت راجل المشترين لوحدك وتتحمل كافة المسؤوليات والمبلد كله كأنك أنت مقترد للأسف للأسف الأمريكان أخذوا سورة العقد من الأنترنت وعملوا فرع في البروت بتاعتهم طبقوا هذا الكلام بالنفس المراحل اللي احنا نتكلم عنها الآن الكفر هم الكفر لهم لأن عقد مكسب فكيف يتركونهم فكنا نتعدى بإحنا نتاقش هذا الشركة الأمريكية الفلانية عقدها صعيف والشركات الإسلامية كلها عقدها بط لا 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 فهو في القانون من زمان القانون موجود من زمان لكن احنا عشان نحن نتصعية يعني نظام جديد عاوزين ندخله في الفقه الإسلامي عشان الناس يستفيدوا به لأن العقود الأصلية أصبحت دقيقة الآن وصعبة لكن العقل ده أصبح انت هتشتري انت مستأجر ما ده مستأجر يشتريه لأنها بس كل ما في الشهر كل شهر تدفع عندها جوز بدل إيجار بتاعك تدفعه قسط السيد دكتور نفسك بالباعد على مدى عين سنة أو ثلاثين سنة مم ممشت وقم بس القضاء لا احنا قلنا العقدة له شروط إن لم تستوفى السرود إنه يبقى باطل إن لم تستوفى السرود دي لازم من السرود دي انت كرجل شريك معي دخلت بالعشر بعد الشهر الأول هتبقى ليك زيادة عن العشر الشهر التالي هتبقى مصر وهكذا في النهاية تجيب نفسك كأنك انت يعني هو كل شهر يعمل عقد والأم وإنها السورة دي مهمة هل كل شهر يعمل عقد لا لا هو عقد الإيجار لازم يكون موجود وعقد المشاركة لازم يكون إيه لازم يكون موجود ثم يأتي بعد في النهاية عقد التمليك إنه إيه؟ لك يا بس فإن المشاركة كل شهر يتغير جزء منه يرجع لمين؟ للمستأجر هل يلزم منه أنه كل شهر أنه يعمل عقد جديد؟ لا 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 يعني إتفاق من الأول إتفاق من الأول لكن لو تم العقد على أساس مثلا أنه عقد إيجارة وفي الآخر ينتهي بالتمليك مباشرة تم يغيب عقد المشاركة لا ينفعش لا ينفعش كده لما فيش عقد المشاركة لا ينفعش لازم عقد المشاركة موجود السوق الآن هل موجود؟ عقد المشاركة موجود؟ موجود هو اللي يتعامل به وكثير من المناطق في أمريكا لا كم هنا بشير في الدول العربية والمشاركة؟ أجدًا موجود قانون مصر موجود في هذا العقد من زمان ينسال تسعة البعيد بس إحنا كنا ننهى عنه لأن الشروط المطلوبة في الشرعان مش موجودة؟ أيوان نتحدث عن شروط هذه وهو زي مثلا أخونا بيقول لك الأوقاف وهي يعني جهة إسلامية شرعية مع ذلك الإيجار ما بتخفضش بيو معناك بيخفضو لك الإيجار حسب المبلغ حسب ملكيتك زادت 5% زادت 10% كل نسال بالنسبة للمسألة اللي هو التقصيد للمنتهب التنبيه يعني هو لا تدخل السلعة في زمة المشتري إلا بعد انتهاء آخر قصة لا لا هي تدخل جزئيا تدخل العشر الأول العشر شوية ثم تلت ربع الآن شريك بس من جرد شريك تدخل زكا في ذلك شرط جزائبي حيث بأنه لو لا 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 ما مونا الشروط زي حمدين نحن أثناء فترة حبسها في انتظار السمن هل البائع مطالب بأنه يظل يحبسها حتى لو تأخر عليه المشترك يعني هو ذهب وقال له بعد يومين سأعود لك بالسمن وانتظر وحبس السلعة عليه فتأخر هل البائع مطالب أنه ينتظر يحبسها عليه أو حتى في خلال اليومين لو جاء لو كان في تحديد ممكن تحكم له مثلا بمذهب الحنبلة من نظام العربون وإلا لو حبيت تطبق انفقاء الآخرين يلزمه العوض لأن السلع خلال يومين بتنقص أو تزيد ما بيتحمل التعويض يحكم له بالتعويض نعم وقال له في عقل الإجابة المتعية من الدميق هل يمنع الشركة في نصف المبلغ؟ هل يمنع الشركة في نصف المبلغ؟ هم بيضعوا مع بعض اتفاق أنك إذا ما تأخرت لسطين أو ثلاثة نحن نبيع نصبنا كشركاء معك، نحن شركاء لنا 80% نبيع نصب المبلغ إن كنت توافق بالتفزن هذا الشيء لو دفع نصف المبلغ من طريق الإجارة، هل يمنع الشركة في نصف المبلغ؟ نعم، نعم، لازم يكون في اتفاق على هذا، لكن لا تتصرفوا ببيع مدام أنا ملتزم بالأقصاد كنا وصلنا إلى القبض، كيف يكون القبض؟ قال الشيخ الدرجير وملكات سيدي أحمد رضي الله عنه ولما كان قبض المبيع الذي يحصل به ضمان المشتري مختلفا باختلاف المبيع نبه عليه بقوله والقبض وفي الثالث اللي فات كانت كلم عن الضمان المشتري يبدأ من إنت مساعة القبض طيب كيف يكون القبض درس اليوم كيف يكون اللي هيحصل به ضمان المشتري والقبض في ذي التوفية باستفاء ماكيل أو عد أو وزن منه كلام الشيخ خليل يقوله أنه على البيض وأنه على الليمون وأنه على فكة عد أو وزن منه في أشياء توزن من المسليات كل ده القبض فيه كل أنته باستفاء المشتري للمكيل والموزون والمعدود استوفى المشتري المكيل بالكيل واستوفى المعدود بالعد واستوفى الموزون بالميزال أصبح من اللحظة دي هو ضامن للمبيع سجت منه شيء انكسرت منه حاجة تلفة منه شيء هو الضامن وانتهى ضمان الباقة في اللحظة كل الحاجات اللي فيها استفاءت وفيها كلها بالنسبة لما يكال بمجرد الكل بتاعه بالنسبة للموزونات بمجرد ما ينتهي الميزان بمجرد المعدودات بمجرد ما ينتهي العد يصبح المبيع في ضمان مين في ضمان المشتري هذا التحديد مهم عشان يمنع المشاكل التي تحدث بين البايع وبين المشتري ده منك ده مني انت السبب ما انت السبب ويقول يا ترى حصل امتى بعد الاستفاء بعد الكيل بعد الوزن بعد العدد ولا قبل كده هو قبل كده يبقى انت مسؤول بعد كده يبقى انت مسؤول امتى ومشتري عملية الاستفاء نفسها ومشتري ان البايع هو اللي اعملها ولا المشتري لا المكيلات لا البيع هو اللي اعملها لان احنا فيما اظن لا ادري ان كم مضى ولا جاي الاجر على مين؟ ملاء على البايع على البايع؟ نعم ملاء ماذا؟ 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 ها الاجر على البايع طيب ده في الحاجات التي تستوفى المثليات والعقارات الأراضي والأشجار والنفير والبيوت والمحلات والمخازن بما يكون الاستفاء فيها بما يكون الاستفاء بما يكون انقبض بما يكون انقبض في العقارات كلها التسليم المفتاح بالتخلية والانقبض في العقارة بالتخلية التخلية عندنا حاجتين نعم تسليم المفتاح لما يقولش محمد نمرة واحد نمرة اثنين تصرف فيك تصرف تفضل بيت مفتوحة وكان مفتوحة وحط المفتاح بيت مفتوحة بيت مفتوحة اه لان احنا قلنا تنيب ان كان ذات مفتاح يسلموا الايه وبعضين يقول لهم اتفضل اه طيب الراجل بتاع المخازن لسه عنده كم شوال في المخز الموجودين ولا عنده مثلا بعض الأشياء في المخازن موجودة قال هذا يحول دون تمام القبض قالوا لا المخازن العادة بتبقى حاجات كتير بيبقى فيها حاجات بسيطة موجودة دي بمتأسرش في الايه في القبض كذلك مثلا المحلات التجارية وممكن يزيد كل اللي بضعلك فيه اشياء مثلا موجودة زي الارفف زي ده زي ده اذا العقارات التي فيها اشياء كثيرة جدا وتبقى موضوع تسليم فيها بياخد وقت قالوا موجرد بيسلموا المفتاح ويفتح له كله تصرف هذا حاجتك اهو يبقى انتهى الايه القبض بخلاف السكن من خلاف الايه السكن 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 ده لازم من الاخلاء التام لازم ايه من الاخلاء التام اه ما يسيب لهش حاجة في البيت كل شي يقول الله عازي يشوف اللي الحاجة الفلاني ما يسمىهم مصمار جوحة دي ها اه والله عن اذنك بس هال الحاجة اللي سبناهم باري حزين بس نطمن عليه ها ها سبحان الله شوف كل منهم بتعبير خاص قالوا انقبضوا في العقار بالتخلية والقبضوا في دار السكنة بالاخلاء تشوف التفريقة في التعبير يا مشا ها التفريقة في التعبير ها في العقارات في غير دار السكنة بالايه بالتخلية والعقارات بتاعت السكنة في ايه بالاخلاء معناه الاخلاء لازم يكون تام دار السكنة لازم يكون فيه ايه اه لان من الصعب انك انت يسلمك الباب يفتاح البيت وبعد شوية يجيلك هو مراته ولا عيله وانت كنت ديبت مراتك وعيالك في البيت نعم نشوف الحاجة اللي احنا سبناها مبارك اللي عاوزين من الشيلا مثلا اه لكن المخازن والمحلات الاخرى ممكن نحن مشكلة بشكلتها يعني اه مطرقة نعم مطرقة احيانة اه نعم نعم ربي دار السكنة اه والقبض في العقار وهو الارض متصل بها من بنان او شجر ده تعريف العقار عندنا في مذهب مالك الارض ومتصل بها من بنان ايه كلمة عقار اذا اطلقت كلمة عقار في مذهب مالك المراد منها الارض وكل ما يتصل ايه بها مباني واشجار وبستين ومزارع ده كله اعتبر ايه عقارات اه اه طبعا ده يختلف ده يختلف الده بزام الاخرى يختلف تعريفهم بعضهم يعتبر المباني بس عقار وهم يعتبر الارض بس لكن مذهب مالك على الارض وما اتصل بها من مباني واشجار ومزارع كله اعتبر ايه؟ عقار اه اشتركوا في القناة 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 سلام عليكم اشتركوا في القناة 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 إذا كانت في الموزونات والمعدودات والمكيلات بمجرد تمام الاستفاء بالعدد أو الوازن أو الكيل يعتبر هو إيه صاحبنا قابض وأي حاجة توجع من نير وهو إيه حضرتك إنت مثلاً اشتريت شوية جزاز أدوات سجادية من المحل وسلمت من العيالة كنتوا بالعين والعيال تعطرفوا بعض ولا تعطرفوا شيء ومكسر السجادية في الإشارة جوة مثلاً من المسؤول؟ المشتري بسمه يقولك مدام تكسر عندنا هنديك بدال يعني البيع هيد عن ترادم البيع هيد عن ترادم البيع هيد عن ترادم هيد عن ترادم يعني إذا كان الرجل هذا فضل هذا يعتبر كرم من باب المعروف هذا من باب الفضل والكرم لكن إذا كان مفيش هذا العرف موجود نحتكم إلى ما قال الشارب الشارب يقول فيه زي التوفية كله تمام الاستفاء في العقارات بالتخلية في الساكن بالإخلاق سلم يا مولا سلم أهلا بالصفور خليك عارب يشفع منفعش منفعش كلام عن جزئية أخرى في قضية البيع والتجار يقول إيه وطلف المبيع وقت ضمان البائع بسماوي مبطل للعقد يعني إحنا قلنا فيه مرحلتين ما قبل الاستفاء وما بعد الايه؟ الاستفاء إذا تلف المبيع بسماوي قبل الاستفاء يعني أنت اشتريت البيت لكن لسه مستلمس المفاتيح بتاعته ولا أخرى بينك وبينه وجات الصائقة نزلت على البيت أو نزلت مطر شديدة وهدمت البيت البيت الأمن ضمان مين؟ ضمان البائع ها؟ ضمان البائع آه وتلف المبيع وقت ضمان البائع يكون بسماوين بشرط لأننا سنتكلم فيما بعد إذا تلف المبيع بجناية أحد قد يكون البائع قد يكون مشتري قد يكون حد ثاني لكن إذا كان التلف السلام ورحمة الله إذا كان التلف بشيء سماوي قبل التسلم قبل القبض فإن يكون هذا إيه؟ انتهاء للعقد مبطل للعقد كأننا لم نعمل شيئاً يشتري فلوس في جيبه أو يأخذ السردة ثاني من البائع والبائع يخلف عليه ربنا في الشيء المبيع وتلف المبيع المعين بيعاً صحيحاً خذ بالك تعبيرات الشيخ دقيقة جداً وتلف المبيع المعين وتلف المبيع المعين مبيعاً صحيحاً معناه المبيع قد يكون معين وقد لا يكون إيه؟ معين إيه حكاية المعين وغير المعين قلت لك أنا خاصة البيت ده هبيع لك هازالبيت أخوك شوف وصه فيه يمين وشمال وفوقه وغرف اللي فيه وده وده ده بيعش إيه؟ معين أو إحنا جاعدين في سفر ولا في مكان وقلت لك بالله أنا عندي بيت مكوم من خمس غرف طوله وكذا وعوده وكذا وودتك المساحات والوصف بتاعه تماماً ده غير معين ده غير ايه؟ غير معين اسمه ده مبيع بالوصف والتاني مبيع بايه؟ معين في فرق بينهم؟ اه لو تلف المبيع المعين اللي انت شفته مع بعض ايه اذا تلف انتهت تعاقد بيننا كأننا لما نتعاقد تاخد انت المبلغ اللي دفعته تروح لحالك وانا البايع اتنف عليها ربنا طيب اذا كان المبيع غير معين انما تم بالوصف وتعاقدنا وخلاص انا عندنا ايجوز العقد اش على الشيء الغاي لكن قبل انا واروح استلم المبيع نزلت صاعقة ولا جاتوا شاط مطر ونزلت ايه؟ البيت اعمل ايه ايه اللي تكون بيننا انت مطالب بتدي بلو بيت اخر على نفس الاوصاف نتسلمها اه؟ اه؟ شوف الفرق بين الايه؟ المبيع المعين وغير الايه؟ المعين مثلا واحد اشترى هذه السيارة مثلا ايه؟ اهو وبعد ما اشتراها ودفعت ثمن لكن لسه ما تسلمش المفاتيحها ولا ابتدأ يشتغل فيه واجات سيارة قاموا تخطاها في الحالة دي اذا تلفت السيارة تماما ضمانها على مين؟ با لسه ما استلمش المشتري انا تعقدنا صحيح لكن لسه ما استلمش المشتري طيب انت قلتك والله انا عندي سيارة مرسي دستونها كذا وعرضها كذا وموديلي كذا واوصفها كذا وكذا وكذا وتم التعاقض على هذا وان شاء الله بكرة تجي اوديك المكان وتسلم السيارة بالليل جات صاعقة ولا جاشي يعني غير منتظر وقضع على السيارة اعمل ايه انا تبايع اجيب لي زيارة اجيب لي ايه زيارة زيارة زيها بنفس بنفس المواصفات ايه الفرق من الحالتين ايه الفرق من الحالتين ده معين ربما انا لو جبت لي ميت سيارة مش هتعجبني زي اللي انا شفتها دي لكن انت نالك اوصف اجيب لك الحاجة اللي انت ايه اللي تفقين على اوصف ها ممكن يردله المال يا مولانا ممكن يردله المال بالنسبة لا لا عبت لازم عبت لازم نعم شوف كده الكلاد خلكم معاي وتلف المبيع المعينة بايع المعينة اهو بايعا صحيحا وقت ضمان البايع له لكونه فيه حق توفية او كان يعني حصل التلف وقت ايه الوقت اللي كان البايع فيه ضامن الوقت اللي كان فيه البايع ايه ضامن اه كان فيه حق توفية او كان غائب او زمار قبل امن الجائحة او في عهدة الثلاث او اي او موضع بسماوي اي حصل التلف بايه بامر سماوي اي بامر من الله تعالى لا بينات احنا عليه مبطل لعقد البيع فلا يلزم البايع الاتيان ايه بخلاف اهو بخلاف ما اذا كان موصوفا متعلقا بالزمة متعلقا بايه كالسلم كالايه احنا عندنا ان العقود اللي هي كانت غير جايزة واجازها الشارع من باب التخفيف على الفقراء ثم عم الحكم بيع السلم ايه نظام السلم ما مشايف الناس الغلابة اللي بيزرعوا معه خمس قراريط ولا نصف فدان ولا فدان بيزرع الزرع مكلف عاوز يسجي وعاوز كيماوي وعاوز وعاوز وانا كمان لغاية لما انتظري ييجي السمار عاوز انا اكل انا وبيت واولادي ونصرف نعمل ازاي قال روح للتاجر وبعلو من سمار هذا الزرع اردب اردبين ثلاثة جس موصوفة جمح هندي جمح امريكاني جمح استرالي وتسلموا الثمن من الان تردب بمئة جنيه او الف جنيه او خمسمائة جنيه مثلا يوم ما تحصد انت او تخلص الزرع بتاعك تسلمني اللي اتفاجنا عليه الاردبين او التلات اللي احنا اتفاجنا عليهم ده بيسموه ايه بيع السلم او ما يسمى بيع الفقراء او المحاويش ليه لان ما يعملش العمل ده الا مين الا الناس المحتاجين لان الرجل المقتدر بيصرف من بيته من خزنته لغاية لما يجي الزرع بيبيع برحته لكن التاني مضطر حتى لو كان التمن اقل حتى لو كان التمن ايه اقل مضطر محتاج فالمسألة وان كانت اساسا اجيزة للفقراء لكن الحكم فيها ايه اذا تعامل فيها الاغنياء مرحبا لا ما نقولهمش لا البيع ده مش لكم لا فلذلك الصحابة كانوا يشتروا من الفرس ويشتروا من الروم ويشتروا من اعراب ويشتروا بالنظام السلم فبيقول الشيخ اذا كان المبيع شيء غائب ولم اتسلمه على نظام بيع السلم وان كان ليس سلما وان كان ليس ايه انا اشتريت منك سيارة او لم اتسلمها ام بعد او لم اشتروا من ثلاثة اربع سنين شفت عندك سيارة فاكر السيارة الزماعة اللي شفتها انا هابيع حالك انا هابيع حالك بس ايه او بصفها كذا وكذا وكذا في الحالة دي يبقى لو تلفت الشيء الغائب الذي بيع قبل تسلمه ضمانه من مين يا مشايخ ضمانه من البائع طيب نعمل ايه قال لازم تجيب لي حاجة زيها بنفس الاوصاف اللي احنا اتفاجنا على ايه البيع بها خلاص ما ينفسرش العقل ما ينفسرش اه يعني احكام نسط المبنية على التلازم الصحة اه نعم يا سيد قبل هذي يعني احبار قائل يعني تلف بالسماوي لا بجلالة احد العريض معنا هذي تلف انه ريلا حصل تلف من المبيع جناتي احد ايه بيع صحيح وينزرش ما احنا هنتكلم بعدها هيتكلم مو على التلف اللي تالفها بجناية هاي يقول لك يا ترى الجناية من بايع يا ترى الجناية من المشتري يا ترى الجناية من شخص يعني اجنبي بس المهم الان انت تتفرج بين ايه بين المبيع المعين وغير ايه غير معين المعين خلاص انت هنا وانتهت تعاقد غير المعين انت تجيب لي حاجة زيها والعقدي ماشي بيننا اه بل ذلك اخر عبارة في الفقرة دي الشيخ بيقول لك فالكلام تعال الشيخ في الايه في المبيع المعين اه وتلف بعضه الضمير في بعضه يرجع ليه مش ايخ ايوه 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 وتلف بعضه اي المبيع المعين وقت ضمان البائع اياما كان وقته او ضمان البائع او استحقاقه اي استحقاق البائع الايه البعض البائع اه يعني استحق جزء من الدار انت الدار بينكك ثم ظهر لك واحد كان يشترى من احد الورثة نص البيت مقدر استحقاق هاي اه طلع طلع هنا واحد وارس للبيت وبيع الواحد تاني هذا يسمى است ايه وانا صاحبنا باعلي البيت كله فده يسمى ايه استحقاق للايه لاخر المبيع استحق بعضه حكمه حكمه جالك حكم عيبا به ايه ديه شوف كلمة عيبا به عاوز الشيخ يرجعك لاحكام الايه العيب اذا عيب الايه المبيع اذا حصر المبيع ايه لازم ترجع للاحكام اللي هناك اه حيلقصها الشيخ عليها حيلقصها بيقول ايه فينظروا في الباقي بعد التلفي او الاستحقاق ان كان النصف الباقي النصف اكثر يعني اللي راح من الدار استحقاقا او تلفا نص البيت او تلته او ربعه لكن الباقي النصف اكثر لازم الايه العقد وعليك تدفع له نصف الايه نصف التمن نصف تمن البيت اللي انت هتقته اه او اذا كنت سلمته تمن البيت كله ترد له ايه النصف اه لازم الباقي نحصة ايه من السمن بشروط ثلاث او شرطين ان تعدد المبيع تعدد الايه الذي تلف بعضوه او استحق بعضوه اذا كان متعدد ثلاث اربعة مثلا سيارتين ولا مثلا طلجتين ولا غسلتين ولا اه وكان قائما النصف الباقي النصف ده كان ايه قائمة ايزا عندينا ثلاث شروط اذا اجتمعت الثلاث شروط العقد يبقى باجي وعليك انت يا مشتري تاخد تتسلم الباقي واذا كنت سلمته تمن كله ترد ايه نصف ايه الثلاث شروط ان كان الباقي النصف اكثر اكثر نمرة اثنين وكان المبيع ايه متعددا نمرة ثلاثة ولازال قائما يعني لازال لم يفوت او لم يبع للاخرين او متصرفتش فيه اذا اجتمعت الثلاث شروط دول العقد يظل كما هو عليه وهي يلزمك تاخد الايه النصف الباقي والاكتر واذا كنت جابت الثمن كله تردوا الايه ما استحق او ما تلفى منه اه طيب ولزالك الشيخ بيقول فان التحدى المبيع البيع مكانش حاجة متعددة كانت حاجة واحدة بس سيارة هي ما استفقنا عليها ولا مثلا السلام ورحمة الله وبركاته اه عليكم السلام ورحمة الله كان كان سيارة او كان دار وحدة امتحدة هو او كانت فاتت كنت انا صدت فيها واهدت باقي الحديثان يعني بعتاه وأوضل فر ورحمة وأنت خير الراحمين